من 4-5 شهور يا كابتن أشرف كنت الحمد لله يعني جماعتني قاعدة بيه طويلة يعني في رحلة ليبيا اللي اسماعيل كانت سفيدها الليبيا وروحت معي الفندق قعدنا مثلا بتاع 4-5 ساعات وكان معنا زمالنا الألام المميز يعني حتحوت وتحس ما ممكن عايز يفضل فضل وعايز يتكلم وكلم في حاجات قديمة وقديدة وكلام المنتخب فأنا بقول له كابتن هاي بقولك يا أنا عايف لي أنت بتظهرش كتير تعال بعد نهايتي لا ما قلتوش بعد نهايتي الموسيقى وتلوم ما يتيجي تظهر معي أنا عارف إن الكابتن هايب الحمد لله يعني من فضل ربنا عليك أنا بيحبك هاي أنا كان بيحبه وأنا كنت بحبه جدا 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 من أكتر ليه كان واحد كده بيكلم من أكتر الشخصات اللي بيحبها عارف قال الجملة والله كل شوية استرجع بقول له معها كريمة أنا لو طلعت ممكن ناس تزعل مني وأنا مش عايز زعله لو ما زعلوه طبعا انت بتخليل الفكر اه طبعا يعني مش هزعل حد زعلني طبعا هو ده أهب جلال طبعا أي حدي تاني هيطلع ويقول وتعمل معايا الناس بتشتكي وهي ما لهاش حق ما بالك بقى إن الراجل لي حق وتعمل معايا لا يعني ورغم كده ورغم كده مرضيش إنه يظهر ولا يطلع ولا يتكلم هو دي دايما شخصيته إنه هو مش هزعل حد يا ابني الناس طبعا أنت الناس جات عليك وعلى أقل اتعرف إنه لا هو هو فعلنا ابتده اشتركوا في القناة